بتكلم جد على سبيل مثال اللي قسرت الدنيا وأول دواته وكل الناس بتحبها لحد دلوقتي لو أنا فاكر وعلى حسب ما الواحد قاعد قرى وعلى حسب ما الواحد قاعد برضه ينقب حميد ما كانش عاوز يعمل الدواته ده صحيح لأنه هو وقتها كان بيلحن مع فريق المزدوية ملحن ما كانش بيغني وحتى لما بيغني معاهم كملحن يعني ودي كانت أول مرة أنه طارق الكاشف يقول طب ما تيجي تغني اللي انت عامله كنوع من أنواع دواته صناع يعني فقال له وكده وبدأ يغنيه وأنا فاكرة كويس قوي الأستاذة أحلام شعلا بيجات لنا في الله يرحمها يا خبر الله يرحمها يا رب جات لنا في الستوديو وهي كانت متبنياني من أول تاكسي الصهر فعملت حتى برنامج كان اسمه تاكسي الصهر وكانت تتر بتاعه تاكسي طبعا حتى ما بسمعه في الزكريات لغاية دلوقتي بقى عناية بالدمع كده فهي جات لنا في الستوديو كمان وإحنا بنسجل وبعد كده قلنا لها أن احنا هنصورها فيديو كليب فقالت بجد فقلنا آه ونزل الشريط يوم ما هي عملت مش عايزة أقولك المبيعات كانت شكلها قد إيه والحاجات كانت عاملة إيه وكانت هيلة فده برضو من توفيق ربنا أنه كان ممكن حميد يجرب الحكاية دي وما تطلعش لطيفة أو هو يبقى كويس وأنا بقى لطيفة بس ما نبقاش كميتنا مع بعض لا بالعكس إحنا اللي اتنين كنا كويسين مع بعض كسنائي وبدليل إنه حتى في رمضان اللي فات خدونا كلنا تاني في إعلان يعني ده كان أحلى إعلان كمان؟ حقيقي إيه ده لأ ده أحلى إعلان كده أنا حتبرق أرجوكي أرجوكي بموضوع لفت نظري بتكلمي أعرفة اليومين دول بتظهر ديما مصطلحات وساعات في اليومين اللي قابلوهم كمان كل مرة تقولي الشريط مش الألبم عشان إحنا جيلي اللي كان بيقول الشريط بالمناسبة لأ أنا كنت بقول الحقيقة الألبم عشان الناس الجديدة تفهم الكلمة وبعدين تنبهت أني لازم ففهمهم أن إحنا كان عندنا ريكوردرات وكان عندنا الشريط كاست وكان عندنا سيديهات أول ما أنا عملت أول سيديه ده كانت حاجة عظيمة زي اليوتيوب مثلا يعني يا ربيض في اختراع أنا رحت سمعت أول سيدي في حياتي في بيت واحد صحبي اسمه محمد عبد المنعم كان معي في المدرسة وليه بقى عنده؟ لأنه قولا كان السيدي بلاير غالي جدا جدا وقتها يعني جدا وقتها أول ما طالع ونزل في مصر يعني وكان محمد والده هو الوكيل الأول والحصري للشركة اللي جايبة السيدي بلايرز في مصر فبطبيعة الحال عندهم بقى سيدي بلاير في البيت وجايب لنا سيدي قعدنا سمعنا وإحنا بقى عديم مبهورين إيه الكلاريتي دي؟ إيه الصوت ده؟ يا سلام؟ إيه العظم؟ حدث لأ والجودة بتاعة الصوت كمان طبعا تحفة صحيح لكن زمان إحنا بنسمع الشريط الكسد في العربية لياش يتكسد في البيت أيه ويساعده وهنا اللي كان يبقى عنده دابل دائق علشان يحط الاتنين جنب بعض ويسجل من هنا لهنا ونوزع على صحابنا وعايز أقول لك إن كان ظاهرة وقتها كمان إن انت تعمل الشريط ويبقى جنبه صورة بوستر آه فإحنا منحظي الحلم إن أنا كمان البوستر كان بيتباع لوحده يعني كلوحة يعني فموضي ده كان غريب وقتها بحيث